حياك يا الله جينان واحد كيفك؟ عارفين عن نفسك اسمك ووصفك كم؟ صف رابع عمري عشر سنوات أدرس في مدرسة ثروض الجينان تحبين طيب وش مواحبك؟ الرسم واني أسوي خراز والتصوير ما شاء الله أنا أشوف انك ما شاء الله جايبة صندوق يعني ممكن تورينا جايبة خلينا نشوف سوا إن شاء الله هل انتي رسمتها؟ إن شاء الله ممتع ترعيلنا عن اللوحة هذه كنت داخل المركز و رسمتها معهم إن شاء الله ممتع إبدأ تحبين تسعيل طبيعة؟ و... هنا الرسم الله عجبتني إن شاء الله إن شاء الله مرة مبدعة جنان لأنني شفت أختي هذه رسمت بلد حق الألوان لأنني شفت أختي قاعدة ترسم مثل أنا أحب الرسم موهبة الرسم إن شاء الله مبدعة جميلة مش باعت هي رسمات هنا هذي الشرق أو غروب الشمس والله فن فنانة مع جبار وطور أنا أحب كده تكون تكون كده اللي الخلفية تكون لونها أحمر أو التقالي وفي رسم أختي لأن رسم أختي هي رسامة ويعني ترسم وهي اللي علمتني الرسم أختك الأكبر منك كل رسم أختي لا أكبر مني بثث سنوات ما شاء الله هذه اللي رسمتها؟ ما شاء الله ما شاء الله تفارك الله ما هذا؟ شو حين على الرسم؟ هذا بيت بيت مع شجر بيت مع شجر الله تبارك الله مبدعة مر الرسم وكأنها تباعة اي والله وترى إذا بغيتوا ترسمون شيء انتبهوا أن ما يكون فيه ذوات أرواحي مثل عين، وجه إنسان، عين، خشم، فهم هل أنت رسموا وجه لكن بدون عيون بدون ملامح وحتى بعد الحيوانات ما يصلح ترسمونها هذه الشهادات فزت ثلاث مرات بالمركز الأول في مزاميره داود ان شاء الله هذه فزت جنان بالمركز الأول داود ثلاث مرات ان شاء الله فزت المركز الأول تتسلمرو ومن أوهة مره شاء الله كيف تدعم بلاcultural جووا هذه الأولى ل Sundar من قدام هنا جنان ومن وره ومرة ثلاث مدرين ان شاء الله مره مبدعة كنت فزت في المركز الأول هذه داعية مدرّن أول إن شاء الله تبارك الله في أسك ثلاث مرة هل لديك مشاركة تكتب إلينا؟ أخي شهرت إن شاء الله تبارك الله الله ينفع فيك هل لديك مشاركة؟ عندك قرآن وإنشده القرآن أو لصورة الحجم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهد كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ما شاء الله تبارك الله صوتك مرة حلو جزاك الله والترتيل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله صوتك ما شاء الله تبارك الله في القرآن مرة مرة يجن جزاك الله خير أنا سمعت أنك مصورة صح؟ طيب نبغل شوفوا الصور في هذه الصورة قوليني عنها هذه الصورة يعني شوفوا كيف يعني بالبحر بحر وقدامه شمس وبعدين مع غروب الشمس الشمس تنزل بسرعة بس انتم ما تحسون بهذا الوقت طب وين كنتوا هنا هذي بقى مجددا الشرقية ما شاء الله طيب كنتوا هنا بإجازة ولا والله ما أذكرت وقع بإجازة طيب هذه كتن صورتها طيب كم أنت رابع ولا طيب قال له رابع ما شاء الله طيب في صورة ثانية طيب أطلع شي تحبين صور مثلا بحر للإشتار أو هذا تصور الطبيعة لا هذا بحر هذا بحر شوف كيف البحر كذا أموج قوية والله أربي أقوى مني أصبح ثلج وش شو قلت من بعيد قلت من شاء الله ثلج ماذا؟ هذا نكاس شمس أمواج أمواج أمواج؟ أمواج أمواج إن شاء الله إن شاء الله إذا كبرت لك لتكونين مصدعة تفتح قناة المجد للبنات ستكون مخرجة إن شاء الله سر هي إلا إن شاء الله يعني القمر مضيء وينعكس على البحر القمر نورة مضيء وبعد بنشوف ربي مثل بنشوف القمر في أمريقيا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذا نفس المكان اللي توب إيه إن شاء الله جميل يعني شرقية بدأ المعيسين الشمس حتى يصار قمر إن شاء الله طيب شوف الصور اللي بعدها؟ ايه هات الصور هات ورود شكلها لا أوراق أوراق لونها أوراق لونها وردي أوراق لونها بني وأصفر وأخضر أنا قلت شبت ذي الأوراق كان أوراق لونها وردي كذفة يعني تشوفين تشوفين يعني صورتها وبديع صنع الله زيكي وين صورتها؟ طيب طيب صراحة ما أعلم طيب كام؟ بل ما تذكرين؟ توقع تقريبا يعني توقع بالفصل الدراسي الأول في رابع ما شاء الله في صور ثانية؟ لا طيب هذه آخر صورة في هذه لوحة وشي؟ هذه لوحة بعد أخت رسمتها أخت رسمتها أخت رسمتها من شاء الله أخت رسمتها من شاء الله أخت رسمتها مرة 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 دوار الشمس دوار الشمس ايه كمهل والألوان دمتها أنت قلت عندي كنشودة صح؟ ايه تفضل وانت واقفة وانت لا زهن؟ هذه أي شيء أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأقوات قلبي تجوب وتهتيف بنحو دار الخلود فدرب الأخوات خير الدروب أخي دربك اليوم درب طويل ودر الباريات داء وبيل وصرحه معانقات الصحة ولكن كفانا بربي وكيل تجوب الناس تجوب الألوان ودخل قلبي يزيز وتجوب الناس وتجوب الناس تجوب الأمور لا، بس سلسات سورة وركمية أخي مخمي بس سلسات سورة وركمية حلو دمج الألوان ما شاء الله أي دمج مضبوط شروق الشمس أم الغروب الشمس؟ هذا مجت الأحمر أسود وأصفر هذا مجت الأسود والأزرق والأبيض من صاحبك؟ الفكرة؟ دورتها اليوتيوب و لقيت صورة وأتساعدتكم فيها ما شاء الله كان نانا هل تنصحين البنات تعلمون بالرسم بما نحن جئين في الإجازة تعلمون أن الرسم من اليوتيوب أو من أين؟ أو من دورات؟ أنا أنصح أكثر من دورات هل أنت تعلمت من أين؟ من يوتيوب أو من دورات؟ هذه الصورة تعلمتها من دورة وهذه أختي يعلمتي إن شاء الله من دورات كانت عن بعد أو خضوري؟ لا عن بعد إن شاء الله أنا أحب الرسم لدي أدوات الرسم لدي كل الألوان التي تفعل الرسم والدرجات والفراش والأشياء لكن لا أعرف الرسم أنا أحب الرسم أعرف أرسم عشقي الرسم مرة أنا أعرف أرسم أرسم ألوان أحلى شيء عند التلوين وبعدها أرسم أنا تلوين أبني تلوين ألوان مائية التي تكون قلم نعم 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 ما شاء الله ما شاء الله سبارك الله ما شاء الله أمرينا شي شي المنت الكو الألوان الصراحة هي وصنقلتي أنا في طول هذه هذه أمني أغلف ماشاء الله هذه حطة أخضر وأبيب ونجوم وقلوب ماشاء الله شوفوا ماشاء الله مرة حلو هذه علوانها مرة حلوة ماشاء الله رسامة مرة حلوة مرحلوة وهذا خاتم سوتها حلو لعني الأحمر شكرا تحبين تسوين أكثر ثلاثل ولا خواتم ولا سوارات ولا سوارة أحب أن تسوي لا سوارات سوارات يجب أن ترون هذه السوارة سوتها أي مع هذا السلسل ماشاء الله ماشاء الله حتى هذه الله مرحب حتى هذه بعد سوت خاتم مع سوارة وسلسل قل هذه أنت سوتيها ماشاء الله سوت هذه السوارة هذه السوارة خاتم لا خاتم سوارة سوارة مرحل مقليتها صغيرة هيتكفي أصبع مين تكفي أصبع أختك لا هيتمع الخالة نونو يلا ما تدخل على يدي تنقف هذه السوارة يعني من ده هذه تبيع خاتم المدرمين طب أنت شوفت فضلين الخرز هذا الصغير أو الكبير لا فضل الخرز الصغير لأن الكبير لازم يعني صوي لعدة مرة كبيرة ماشاء الله من أعلم أن تصوي الخرز لا أنت علمت من نفسك اي ماشاء الله لأن أشوف بعض صديقاتي يجبون الخرز في مدرستهم ويعني يصوون فكنت أصوي معهم وبعدين بالمدرسة بعدين بالبيت صرت تسوي ماشاء الله مرة تنسيزك لالون حلو مرة شكرا